مشروع شربة خانة أحد المبادرات الاجتماعية التي أسسها عراقيون بجهود فردية خالصة في مدينة الأعظمية في بغداد وبمساعدة الميسورين والمتطوعين حيث يقوم العاملون على هذا المشروع الاجتماعي بتوزيع الوجبات الغذائية الجاهزة مجانا على المحتاجين والفقراء فتحوال هذه الشربة خانة مجانية للفقراء عن مواقف فلوس ولا أي شيء أي موادة فلوس ما يأخذون يأخذون مثل الصبح يأخذون الريوق قبل رمضان يأخذون الريوق والغداء وهذا برمضان بس شغلة الفطور فكرة هذا المشروع جاءت لمساعدة العائلات التي اضطرت للنزوح إلى بغداد من جراء العمليات العسكرية التي شهدها العراق أنا العشياء كان أصلا حتى أحد النازحين أنا صالي هذه ثمان سنواتي هنا بالعظمية وأول ما بدأت هذا المشروع اشتركتوا يوم اشتركتوا يوم لهذه الساعة شوالله مغسروا ويالناس الفقر أصحاب هذه المبادرة أكدوا أنهم يعتمدون على شربة خانة بعد تناسي الحكومة لهذه الشرائح الاجتماعي المعدمة نحن لماذا الشربة خانة ساتر علينا والله نحن ناس فقراء وماعدنا وشهر رمضان هذا شهر الطاعة والغفران نرجو من المسؤولين إذا عندهم خوف من الله أن يساعدون المواطنين المواطنين كلهم تعبانين والله العظيم عمل الشربة خانة لم يقتصر على تقديم الطعام فقط بل يقدم الملابس والمساعدات الإغاثية لأسيما في الأعياد والمناسبات المختلفة المطعم المجاني يقدم وجبتي وجبة ريوق ووجبة غداء بالإضافة إلى السلات الغذائية والكسوة المجانية للعوالي النازحة واليوم في شهر رمضاني يقدم وجبة فطور فقط مشاهد التكافل الاجتماعي هذه جزدت التلاحم بين أبناء الشعب العراقي في محنة النزوح وذلك للتخفيف ومواساة النازحين الذين تقطعت بهم سبر الحياة وتوقفت مصادر دخلهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر